بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير ان شاء الله في الجزء الأول من هذه الحلقة نجم الكبير كابتن ماهر همام نجم النادي الأهلي ومتخبنا الوطن السابق في ديافة البيت الكبير أما في الفقرة الثانية الأساتذة الكبار الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمالي زهيري في ديافة أيضا البيت الكبير خليني أبدأ مع حضراتكم بخبر وخبر مهم جدا أعلن أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ومدير التعاقدات عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن لاعب الدحيل والمنتخب القطري لمدة عام على سبيل الإعارة أضاف أن النادي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا لرؤية مارسيل كولر الحقيقة فيديو رائع جدا جدا وأنا الحقيقة للمرة الثانية والثالثة والربعة والخمسة والعشرة بحقية الأستاذ جمال جابر ومجموعة المبدعين اللي بيشتغلوا على أستاذ جمال جابر طبعا مدير المركز الإعلامي أو رئيس المركز الإعلامي في النادي الأهلي اللي عاملين ومعه طبعا كثير من المبدعين أنا الحقيقة كلهم إخواتي الصغيرين وبحبهم جدا عاملين حاجة حلوة وفيديو رائع يخليك وإنت بتتفرج على الفيديو جسمك يا أشعر حاجة جميلة جدا جدا مرة تانية أحيي المركز الإعلامي للنادي الأهلي ومبدعين اللي موجودين في المركز الإعلامي كلهم الحقيقة على هذا الفيديو الرائع فيديو يدل على عظمة النادي الأهلي في نفس الوقت قد إيه الفيديو بسيط يعني الموضوع مش قصة بالحكس الفيديو بسيط جدا جدا ولد صغير childhood dreams حصل يعني حلم التفولة حصل فولد صغير بيتفرج على الصور زي ما حضراتكم شايفين وقد إيه إنه المبدع اللي قال أو اللي حط صوت واحد من العظماء في التعليم في التعليق كابتن ميمي الشربيني كابتن ميمي الشربيني صوته في الفيديو لوحده منتهى العظمة والحلاوة والجمال مع الصور اللي يوسف بيتفرج عليه حاجة جميلة جدا 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 مرة تانية أنا حبيت بس أبدي إعجابي بهذا الفيديو الرائع وصوت كابتن ميمي الشربيني اللي وحشنا جدا 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 ولكن سيظل دائما في قلوب كل الأهلواء مش في الأهلواء بس كل المصريين بيحبوا هذا الرجل وصوته الجميل في التعليق على كل حاجة صوت كابتن ميمي الشربيني فيديو يستحق يوسف أيمن اللي إن شاء الله سألت أصدقاء لي كتير هناك في قطر وفي نادي الدحيل قالوا لي أن النادي الأهلي حيكسب الولد ده بطريقة غير طبعية لأنه طريقة لعبه مناسبة للنادي الأهلي خلال المرحلة القادمة وبالتالي احنا بنتكلم عن إن شاء الله إن شاء الله يكون يوسف أيمن أحد الصفقات الناجحة في نادي الأهلي دائما زي ما بنتكلم مش كل الصفقات اللي بتجيبها بتنجح ولكن إن شاء الله إن شاء الله يوسف أيمن يكون بداية جيدة لصفقات قادمة إن شاء الله ربنا يكرم وينجحها A Childhood Dream Comes True يعني الحلم التفولة أصبح حقيقة تكلم عن اللعب عنده تجارب كثيرة جدا بدأ مسارته في أكاديمية سباير بالمناسبة في 2009 ثم انتقل إلى فريق الدحيل في 2017 وأخاض العديد والعديد من التجارب على سبيل الإعارة في نادي بلجيكي ونادي قطري ونادي كذا نادي الحقيقة وخلال الموسم الماضي مع الدحيل شارك يوسف في 24 مباراة مع الفريق القطري سجل هدفين وصنع هدفين إن شاء الله يكون إضافة قوية لخط دفاع النادي الأهلي الحمد لله والشكر لله عندنا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين النجوم ويضاف إليهم نجم جديد بيضاف إلى مجموعة من النجوم اللي موجودة في خط دفاع النادي الأهلي المرحلة اللي جاية النادي الأهلي عنده ارتباطات مهمة جدا أولها بطولة السوبر الإفريقي والمشاركة في كاس العالم للأنداء في ثوبه الجديد اللي هي الانتركنتينتل ده طبعا بالإضافة إلى انطلاق بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة واللي عرفوا واللي أنا متأكد منه أن اللاعب حينساجن بسرعة لأنه شوفنا صور لي وهو صهرام أو يعني موجود مع اللاعبين في بعض الأماكن في الساحل وهنا 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 فبالتالي أعتقد وخلي بالك أجواء قط اللبس في النادي الأهلي بتخلي أي حد يخش بسرعة فإن شاء الله تساعد أو أجواء قط اللبس تساعد على نجاح أي لعب بسم الله ما شاء الله خلينا نقول مثلا وسامة أبو علي تم التعاقد معهم في شهر واحد اللي فات حاليا هو هدف الفريق في البطولة الدوري الممتاز وبالتالي الحمد لله الدنيا ماشية بشكل جيد جدا